كتير قوي الحقيقة بنشوف اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مش عارفين ايه مصدرها والاخبار المشبوهة دي بتحاول تفبرك تفاصيل ملهاش اي علاقة بالحقيقة علشان توهم الناس انها حقيقية وده اللي دفع مسؤول المركز الاعلامي والامني في اصدار بيان نفية ما تدولته مجموعة من الصفحات الاثارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية قالوا انه تم العثور على 35 طفل في منطقة الشروق بطريق الاسماعيلية اشار المصدر الى ان الصور المتدولة في الخبر في الصفحات دي بتعود الى قيام ادارة الاسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية باغلاق دار ايتام غير مرخصة في منطقة المندرة والخبر دي جماعة تم نشره في العديد من المواقع الالكترونية الاخبارية بتاريخ اديم هو 8 يوليو 2017 وطلب مركز الاعلام الامني وسائل الاعلام بتحرد دقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاخبار المغلوطة المفبركة طبعا حقيقة الموضوع ده زي مواضيع تانية كتير الناس بتتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبتثير بلبلة ويعني جو من عدم الاستقرار وجو من الرعب وسط المواطنين وبتشوه كمان شكل مصري في الخارج ونتمنى من كل بني ادم موجود وقاعد على الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل انه بس يرعي ربنا في انه ينشر خبر بصورة يتأكد من مصدرها طبعا ده المصدر الاعلامي والمركز الاعلامي لوزارة الداخلية